وحدة من الصفقات المنتظرة والتي تم إعلانة عنها يمكن إعلانة عنها مبرح لحضراتكم في برنامج السادسة برونو سافيو المهاجم البرازيلي الجديد مهاجم بصبغة أو بنكهة لاتينية حقيقة يمكن سمعتوا عن برونو سافيو لكن لسا ما تفرجتوش عليه وأنا عرف أن القصة في أمريكا اللاتينية ومريكا الجنوبية مختلفة إلى حد ما لكن أتمنى أن الراجل يندمج ويتأقلم سريعا جدا ويدخل فيه يعني يفورما عالية ويشارك مع الأهل يعني أنه جمالي الأهلي مستنية كتير من برونو سافيو السنة دي والصفقات بشكل عام بس خلييني الحقيقة أتكلم معكم عن برونو سافيو وأستعرض معاكم للي ما شافش برونو سافيو يقدر يعمل إيه أنا طبعا يمكن متابع اللعب من فترة طويلة جدا وحتشوفوا معنا مجموعة من أهدافه دلوقتي يعني مجموعة من الأهداف اللي أحرزها في خلال لعبه لأكتر من نادي هشرح لكم مسيرتم بشكل مفصل وأكلمكم عن المراكز يمكن هو لعيب الحقيقة مهاجم خطير يعني كل المواصفات المطلوبة أنها تبقى موجودة في لعب مهاجم في فريق بطل موجودة في برونو سافيو هتشوفوا طبعا مجموعة من الأهداف المتنوعة اللي بتأكد أنه الرجل عنده قدرة كبيرة جدا هو مبدئيا عنده رغبة دايما أنه يروح للجول يعني دي الرغبة الأولى بالنسبة له وهو هداف طبعا لمعظم الفرق للعب معها عنده قدرة أنه بيلعب برجليل اتنين بمنتهى الدقة ومنتهى القوة هتشوفوا مجموعة من الأهداف اللي بيسجلها برجله اليمين ومجموعة من الأبوس يشوت منين يعني واخد القرار واخد قرار أنه يشوت من منطقة تقريبا مهاجمين كتير جدا يترددوا أنهم ما ياخدوا قرار للتسجيل أو الشوت من الجزء دي القوة مش نقطة التميز بتاعته الوحيدة لكن كمان السنس يعني فيه أهداف كتيرة جدا بتدخل أو بيقدر يسجل أهداف بسنس عالي جدا والسنس جوه البوكس أو جوه منطقة الجزاء بالنسبة للمهاجم شيء في منتهى الأهمية ودي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتميز إحساسك بالمكان إحساسك بمكان الجول إحساسك بمكان الجول كيبر وتمركز اللاعبين المدافعين للمثال واحدة عنده أكتر من رائعة بيلعب برأسه كمان كويس جدا يعني فيه مجموعة أهداف حضراتكم هتشوفوها دلوقتي بيقدر يلعب بيوجه برأسه بشكل كويس جدا أكتر حاجة بتميزه بقى من وجهة نظر الشخصية هي الحلول الوان تو وان بالنسبة له يعني بيسوف كيك زي ما بيقولوا كده عنده قدرة قدرة طبعا طبعا اللاعيبة البرازيليين معروفة عنهم يعني بالذات المهاجمين منهم عنده قدرة الجول ده ما يجيبوش غير لعيب كبير كرة اللي تراكنت بالسينس دي اللي كنت بأكلم حضراتكم عليها ما يجيبوش غير لعيب زي ما كابتن ميمي الشربيني بيقول كده من موليد منطقة الجزاء دي مجموعة من الأهداف اللي براسه لكن زي ما قلت لكم كده أكتر حاجة بتميزه الحلول الوان تو وان وواحدة كمان من الحاجات اللي بتميز برونو سافيو هي إنه لعيب جوكر يعني إيه لعيب جوكر يعني تقدر تستخدمه في أكتر من أربع أو خمس ملاكس جوه الملعة وخليني أقول لكم أرقامه على سبيل المثال يعني هو لما لعب كسنتر فرويد كمهاجم صريح رقم 9 يعني لعب 51 مباراة سجل فيهم 20 هدف وعمل 6 أسيست لما لعب كلعب وسط مهاجم لعب 35 مباراة في المركز ده سجل 10 أهداف وعمل 7 أسيست تقدر توظفه كمان كجناح شمال يعني بعض الأهداف اللي حراركم بتشوفوه هنا هتلاقوه تمركزه فيها جناح شمال بعض الأهداف التانية تمركزه فيها جناح يمين سجل كجناح شمال 9 لعب 9 مطشاط عمل 3 أسيست وكجناح يمين لعب 7 مطشاط عمل أو سجل فيهم هدف وحيد الأهم من ده قدرته على أو معدلات التهديف بالنسبة له هو لعب يمكن أو أهم 3 أندية شارك معاهم في مشواره اتنين منهم كانوا في البرازيل واحد فريق جوراني ده فريقه الأساسي لعب معاهم 70 مباراة سجل فيهم 15 هدف وعمل 11 أسيست ولعب مع أمريكا فوتبول وده بالمناسبة فريق عشان فيه ناس كتير قالت أنه برونو سافيو كان لعيف في الدرجة التانية في البرازيل لا هو لعب مع أمريكا فوتبول وأمريكا فوتبول كلاب ده من أندية الدوري الدرجة الأولى في البرازيل لعب معاهم شارك معاهم في 26 مباراة سجل هدفين وعمل 3 أسيست لكن أبرز مراحل تقلقه أو توهجه أو نطجه طبعا قدرة على المراوغة هنا تبين لك برضو إمكانياته كلاعيب مهاري سجل مع بوليفار البوليفي ودي المحطة اللي انتقل من بعدها الحقيقة وكان واحد من أهم نجوم الفريق فريق بوليفار لعب معاهم 31 مباراة سجل 16 هدف وعمل 4 أسيست ده باختصار ودي الحلول اللي بكلم حضراتكم عنها فكرة الوان تو وان بالنسبة لنا يعني وخصوصا مع التكتلات الدفاعية اللي الأهلي بيواجهها في أغلب مطشاته أعتقد أنه واحدة هيكون من أهم أوراق اللي بتوفر حلول بالنسبة للفريق بشكل كبير قدرة على المراوغة والمهارة العالية الجرق على الجون زي ما قلت لكم مجموعة الأهداف اللي مسجلها تقريبا من كل مكان قريب من البوكس أو من داخل البوكس وبالمناسبة كان أول ظهور ليه في تمرين الفريق النهاردة ولعبة الأهلي استقابلته استقبال كراس جدا